أخطر ما يذكر في برامج الفضائيات أو فيما ينشر على الإنترنت أخطر ما يذكر هو أن تشرح الأحاديث وفقا لهذه الرؤية لرؤيتي أن جميع مراجع الشيعة هم نواب لصاحب الزمان وهم صمام الأمان وهم الجهة التي يأخذ منها دين صاحب الآمر وكل الأحاديث تشرح وفقا لهذه الرؤية الجاهل قد يعذر وعذره جهله لكن الذي يعرف الواقع وإنما يحرف الحقيقة لأجل أن ترضى عنه مرجعية النجاح هذه خيانة إن كان يعنونها بعنوان التقية أو بالعنوان الذي يضحك به مراجع النجف على وكلائهم الذين يعرفون الحقيقة حيث يقولون لهم من أن الحقيقة هي التي تطرح في برامج قناة القمر صدقوني 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 وحق شرف الزهراء هذا هو الذي يجري في كواليس النجاف يقولون له من أن الذي يطرح في برامج قناة القمر هو الحق وهو الدين لكن بهائم الشيعة ماذا نصنع لهم لو أننا وجهناهم لهذا الاتجاه فإنهم سيرفضون ذلك وحينئذ ستكون هناك فتنة لذا من الأفضل أن نحافظ على ما هو الموجود وحق شرف الزهراء هذا الكلام هو الذي يدور في مجالسهم وفي كواليسهم وإنه أكثر من ذلك أنا جئت بطرف الخيط فقط الكلام أكثر من ذلك بكثير وحق شرف الزهراء ويقولون لوكلائهم الذين يعرفون الحقيقة الذين لا يعرفون الحقيقة يقولون لهم شيئا آخر يقولون لهم هذه قناة ماسونية وهذا رجل ماسوني إلى بقية الكلام لكن الذين يعرفون الحقيقة يقولون لهم هكذا من أن المصلحة تقتضي يحدثونهم عن مصلحة الشيعة تقتضي أن يبقى الشيعة على الحال الذي هم عليه فذلك أفضل لهم لا يريدون لشيعة أن يعرفوا الحقيقة هذا هو الذي يجري في كواليس النجاح في كواليس مرجعية المرجع الأعلى وسائر المراجع الآخرين وحق شرف الزهراء وأنا مسؤول عن هذا القسم مسؤول عن هذا القسم إذا أدركت زمان الظهور بين يدي إمامي مسؤول عن هذا القسم بين يدي الزهراء في عرصات يوم القيامة وشرف الزهراء ما نقلت لكم إلا الحقيقة وأنا متأكد متأكد بدرجة مئة بالمئة مما أقول هذا هو التيه الذي أتحدث عنه وهو هو الذي تحدثت عنه كلماتهم ورواياتهم وأحاديثهم الشريفة القرينة الأولى البدا القرينة الثانية الظهور المباغت الظهور المفاجئ لإمام زماننا القرينة الثالثة تيه الشيعة متاهة الشيعة التيه الشيعي بسبب مراجع مراجع حوزة الطوسي القرينة الرابعة القرينة الرابعة القرينة الرابعة الانتظار الثقيل الروايات حدثتنا عن نوعين من الانتظار عن انتظار بصورة مجملة عام وحدثتنا عن انتظار ثقيل الانتظار الثقيل الذي تحدثت عنه الآيات بتفسيرهم لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير نواصب سقيفة بني نجف ما تحدثت عنه الآيات بتفسيرهم صلوات الله عليه الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير وما تحدثت به رواياتهم وكلماتهم من انتظار ثقيل ثقيل والذي يبدو أن الانتظار الثقيل هذا إنما يكون بعد أن يلملم السيناريو الثاني سيناريو القربان أطرافه وامتداداته وتفرعاته فسيكون الانتظار ثقيلا 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 جدا سأقرب لكم الفكرة والمضمون هذا هناك انتظار ما هو بثقيل الانتظار شديد على النفس حتى لو كان خفيفا ولكن حينما يكون الانتظار معتما ليس هناك من علامة ليس هناك من ضوء في آخر النفق كما يقولون سيكون الانتظار ثقيلا الكتاب الذي بين يديه كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة خمسمية واثنين واربعين باب التوقيعات التوقيعات المهدوية الشريفة التوقيع الأخير آخر توقيع من الغيبة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم يا علي ابن محمد السمري إنه السفير الرابع أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام توفي في النصف من شعبان سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين للهجرة الكتاب الكتاب وصل وصل إليه قبل ستة أيام من موته يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية بدأ الانتظار الأشد كان الانتظار خفيفا في الغيبة الأولى صار الانتظار أشد وفي نسخة فقد وقعت الغيبة التام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمات وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا إلى أخر الكتاب هذا كتاب أمر المشاهدة وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة يمكنكم أن تعود إلى برنامج الكتاب الناطق كي تطلع على معنى المشاهدة هنا في حلقتين مفصلتين لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع فهو خارج عن مقصدي فقد وقعت الغيبة الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب هذه المضامين هي أقرب ما تكون إلى حال الشيعة بعد أن يلملم السيناريو الثاني سيناريو القربان أطرافه وامتداداته فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب أنا لا أقصد أن الكتاب يتحدث عن هذا المضمون وإنما أردت أن أقرب فكرة الانتظار الخفيف وليس هناك من انتظار خفيف ولكن هناك انتظار ثقيل وهناك انتظار أثقل في الحقيقة الانتظار شديد والانتظار ثقيل إذا ما طهل الزمان الغيبة الأولى امتد زمانها إلى ما يقرب من سبعين سنة الانتظار ثقيل أيضا لكنني أتحدث عن الانتظار الأثقل خصوصا إذا ما طويت صفحة السيناريو الثاني بسببنا نحن الكتاب هنا في أجواء السيناريو الثاني لأننا إذا أردنا أن نستمر في قراءته وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة قطعا المشاهدة لا يقصد منها لقاء الإمام فالإمام يلتقي بشيعته في زمان الغيبة الأولى وفي زمان الغيبة الثانية وإنما المشاهدة تعني معنى آخر ولا تعني ادعاء النيابة مثل ما يفسرها المراجع الأغبياء شرحت هذا المضمون بالتفاصيل معتمدا على منطق القرآن المفسر بتفسيرهم وعلى منطق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لا أريد أن أقف عند هذه النقطة وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فجاء الحديث عن خروج السفياني وعن الصيحة وهتان علامتان من العلامات الحتمية التي ستتحقق ضمن امتدادات السيناريو الثاني ضمن امتدادات سيناريو القربان وهذه العلامات من لطائف سيناريو القربان لكنني أردت أن أقرب فكرة الانتظار الخفيف والانتظار الثقيل فما كان في زمان الغيبة الأولى كان انتظارا خفيفا وهو الثقيل لكن بالقياس للانتظار في الغيبة الثانية مع وجود السيناريو الثاني فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورى إلى آخر الكتاب الشريف هذا هو الذي قصدته من وجود انتظار خفيف وانتظار ثقيل أو بتعبير آخر من وجود انتظار ثقيل وانتظار أثقل الأحاديث أخبرتنا عن انتظار ثقيل وثقيل جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر